إذن هي التاسعة بتوقيت القاهرة دموعد موجز الأنباء بصحبة زميلة نيلة الحمدين شكراً مصطفى التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعداداً لموسم الزراع الشتوية وضي تحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعددنا من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لعددنا من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين تشكى بجنوب الوادي ومشروع مستقبل مصر في إطار الدلتة الجديدة تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لليوم الثالث وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء وفي اليوم الثاني وخلال جلسة وثقة سياسة ملكيات الدولة ودعم سياسة المنافسة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تحرص على زيادة مساهمة الاقتصادي الخاص بكل نواحي الاقتصاد كما أكد مدبولي أن الدولة تواجه تحدي كبيرا وهو زيادة سكانية دعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع أهداف طموحة لمواجهة تغير المناخ خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27 والمقرر عقده بشرم الشيخ الشهر المقبل وأكد الاتحاد في بيان تبناه وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسنبورغ أن الطموح العالمي يجب أن يتعزز بشكل كبير لعدم التفريط في أهداف اتفاقية باريس والمتمثلة في الحد من زيادة درجة حرارة الأرض اتهمت روسيا مجددا أوكرانيا بأنها بصدد تصنيع قنبلة إشعاعية وأعلن الجيش الروسي أن تصنيع الأوكرانيين لتلك القنبلة قد دخل مرحلته النهائية وإثر مشاوراتنا أجرها وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والبريطاني بن والس أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلاطي يانسي ستولتنبرغ أن الحلفاء في حلف النيتو يرفضون الاتهامات الروسية مؤكدين على أن روسيا لا تستخدم أو ألا تستخدم هذا الأمر زريعة لتصعيد النزاع في أوكرانيا أعلن داونينغ ستريت أن الملك ريتشارد الثالث سيستقبل اليوم ريشي سوناك الفائز برئاسة حزب المحافظين لتسميته رسميا رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة وفي أول تصريح له بعد اختياره لمنصبه الجديد تعهد سوناك بتحقيق الاستقرار والوحدة في المملكة المتحدة مشيرا إلى أن بلاده توجه تحديا اقتصاديا صعبا تشهد الكرة الأرضية اليوم كسوفا جزئيا للشمس وأوضح المعهد القومي للبحث الفلاكية أن كسوف الشمس سيرى في القاهرة في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشر ظهرا تقريبا وستكون ضروة الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة الواحدة وتسعة دقائق ظهرا تقريبا حيث يغطي قرص القمر أكثر من سبعة وثلاثين بالمئة من قرص الشمس وأوضح المعهد أن الكسوف الجزئي سينتهي في القاهرة في الساعة الثانية وستة عشر دقيقة تقريبا نهاية موجز التاسعة ونعود لاستقمال باقي فقرات صباح الخير ينوصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر